مساء الخير مشاهدين الكرام وأهلا بكم في حكاية جديدة من حكاية مصرية حكايتنا النهاردة مهمة للغاية عشان دفنا النهاردة شخص عزيز جدا ديفي ودفكم النهاردة وكيل نقابة المحامين بالأسكندرية ومطروح سابقا حاصل على درع التمييز عام 2017 من مجلس النقابة العامة للمحامين وحاصل على درع العطاء عام 2019 من مجلس النقابة العامة للمحامين وقم بإعداد وتنفيذ ورئاسة أكبر مؤتمر في تاريخ النقابات المصرية والوطن العربي عام 2004 دفنا محتاج حلقات وليس دقائق للكشف عن الإنجازات والعطاء الكبير اللي بيقدموا في خدمة المجتمع ديفي ودف حضراتكم هو الأستاذ أحمد زكي عبد المطلب محبوب المحامين كما يطلق عليه أهلا وسهلا بحضرتك نورتنا نورت برنامج حكاية مصرية في البداية فندم عايزة أهلني حضرتك بزواج نجلك ألف مليون مبروك وعايزة حضرتك بها تحكي لنا عن فرح والاستعدادات والشخصيات العامة اللي كانت موجودة في الفرح هو أحردك الفرح ده بفضل الله سبحانه وتعالى كان فيه تقريبا رموز اسكندرية كلها ورموز المحامين على مستوى اسكندرية تقريبا كلها برضو وبفضل الله سبحانه وتعالى ظهر في هذا الفرح السعادة ما بين كافة الحضور وبين الشخصيات اللي حضرت كلها وأصار رأي العام عقب الفرح بصورة جعلت وسائلها أعلمكم لأنها تنتبه لهذا الحدث وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ولن وآخيرا والنعمة بالله الحقيقة أن هذا الحدث غريب لم يحدث اجتماعيا من قبل وظهر نتائجه أن الفرح عد علي أكتر من ثلاث أسابيع أو يمكن شهره هي أستاذ أحمد وما زالت برضك الصحف بتقدم التهاني والمبركة لحضرتك عز عربا السر حب الناس لحضرتك أنا شفت ده بعيني أنا كنت موجودة مع حضرتك وشفت ده بس أنا عز أحبا للناس كمان تعرف معي هو حضرتك حب الناس بيجي على مدار السنين والسنين والسنين وتأديت الخدمات للأفراد سواء كان محامين أو أفراد في المجتمع بتتراقم على مدار السنين والسنين والسنين وبيحصل تأليف للقلوب وهذا مفضل لأورانه أخيرا لأن محدش يقدر يقلف من بين القلوب إلا الله سبحانه وتعالى ونعمة بالله العليل العظيم فده من أعمال الصالحة الإنسان بيعملها على مدار عمره بتظهر فجأة نتائجها كما حدث في هذا الفرح بتاع ناجلي مما أصار رأي العام كله واستغرب عام حدث إزاي هذا الحب اللي حصل على مدار مثلا الفرح بلق الساعة 8 إحنا دخلين تشهر تقريبا فكان كل الحضور كانوا سعاداء جدا 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 فعلا وهذا مفضل لأورانه أخيرا ونعمة بالله طب حدثتك هلين يبردك عن الشخصيات اللي كانت موجودة أنا كنت شايفة رجال أعمال ونواب هو حاليتك تقريبا كان في رموز اسكندرية الموجودة كان فيها أعدام مجال الشعب المجلس النواب وأعدام مجالس الشورى وأعدام مجال السابقة برضو الشعب والشيوخ السابقين وأيضا رئيس المجال الشعب المحلي المحافظة اسكندرية الأستاذ مشار أحمد عود وكان حضر رموز من أساسة الجامعة وكان حضر رموز ورجال إعلام وصحافة ومن الحاليتك من الجماعات في اسكندرية جماعات الكبرى وكان حضر تقريبا كافة وسائل الإعلام صحافيين أنا شايفة جرايت كمان كتير يا أستاذ أحمد لحد الآن ومن كافة تقريبا معظم القناة الفضائية الموجودين وهذا مفضل لأورانه أخيرا وبالإضافة طبعا رموز من محامين الشيوخ المحامين ومحامين النقد ومحامين الوسط ومحامين الشباب ومحاميات اللي هم متميزين يعني تقريبا كافة الرموز من كافة الفئات كانت موجودة بفضل الله سبحانه حقيقة أنا شوف لي ده فعلا طبعا رجال أعمال بقى كان فيه رجال أعمال كتير جدا من كافة فئات المجتمع بكافة أشكالهم المتنوعة يعني في أعمالهم المتنوعة بالزبط كده ده برضك فعلا ده بيظهر حب الناس لحضرتك هو حضرتك محبوب بما أني أنت محبوب المحامين في الأسكندرية فأنت كافة يعني بيت محبوب لفئات تانية كتيرة مش المحامين بس والله حريدك هذا من فضل الله سبحانه وتعالى وربنا يديم علينا محبة الناس سواء كانوا محامين أو غير محامين بالزبط كده طيب حضرتك برضك عايزة أعرف سر حب المحامين بقى بالأخص في مجال حضرتك ولماذا أطلق عليك لقب محبي المحامين فهو حضرتك اللقب ده أطلق علي عام ٢٠٠٣٣ ٢٣٠ أوه أنا فجأت ريئة الصحف كتبت محبوب المحامين بالأسكندرية وتداول هذا اللقب وظهر بكسافة حضرتك عام ٢٠٠٤ برضو عدة جرائد كتبت هذا اللقب وأيضا السنة فاتت برضو جريدة كتبت هذا اللقب وهذا اللقب نبع من المحامين لأن أنا تقيمة أكبر محامي أديت خاتماتنا الطبية في صمت أنا خدمت محامين في السر وليس في العالم أنا خدمت محامين كتير جدا 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 منذ عام ١٨٥ لحد الآن على مدار ٢١١ سنة ومن أقوم بخدمته لا أعلن عما قدمت له وبالتالي لا يعلم الخدمة أنا والمحامي وربنا ونعمة بالله تفاجأة على مدار هذه السنين من الخدمات النقبية المتميزة واللي أصعب أداءها وفي السر طبعا المحامي في داخله بيبقى مبهور إن أنا ما تكلمتش عن الخدمة دي اللي أنت عملت له بيها شوق إعلامي عشان أخلي المحامين تحبيني أو نسقرب مني فكانت النتيجة إن ربنا سبحانه وتعالى سخر القلوب المحامين تحبيني ويطلقوا عليك محبي المحامين بالأسكندرية من فضل الله أولا وأخيرا ومن الأعمال الصريحة اللي عملتها في السر للمحامين ما تذكر لنا حاجة كده واحدة كده يا أستاذ أحمد حاجة بس والله أحاولي حاجة دي كلها يعني فيه خدمات عامة وفيه خدمات خاصة شخصية ممكن نتكلم عن خدمات العامة أنا مش هكلم فيها لك أنا عامة ممكن نتكلم فيها حتى ولو حاجة صغيرة حضرتك أنا عملت مؤتمرات وخدمات تخدم المحامين تقريبا ما حصلتش مع حد دلوقتي بنفس هذه كثافة بنفس هذا العمل ودي يمكن عشان نتكلم فيها عايزة حلقات وحلقات وحلقات أكيد طبعا لنا حلقات تجيب محضرتك بإذن الله طبعا نتكلم حلقاتك فيها ولكن باختصار حاجة بس صغيرة لأننا لنا حلقات كثيرة أنا عملت مثلا أكبر مؤتمر أكبر معرض لتقديم لسه كنت أقول لحضرتك الكتاب لا كتاب ده حضرتك ده كتاب ده دليل لخدمات النخابية لمحامي الأسكندرية طميم ده عملت سنة 2009 لأن لقيت المحامين بيتسألوا عن أماكن تقديم الخدمة اللي هم بيقوموا بيها أو الخدمات النقابية اللي هم محتاجينها فلقيت كلها بيسأل 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 فأنا قلت لأ أنا أعمل حصر لاحتياجات المحامي من الخدمات النقابية وعملها في الكتاب وده ما حصلش في تاريخ نقابة محامي الأسكندرية منذ انشاءها حتى عام 2009 ولم يتقرر حتى الآن طب جات لك الفكرة دي إزاي أستاذ أحمد أنا أقول تحديدك لقيت المحامي بتتسأل أنا أخدت عدو مجلس النقابة وكدت مسك لجنة الاجتماعية ولقيت المحامي كتاب بتتسأل عن خدمات مهان فأنا قلت بقى لما كل محامي ده خلي يسأل ويطلع يسأل إحنا عايزين حد يعرضينا الكتاب كده أنا أعمله الكتاب معانا هو أستاذ أحمد أنا أعمل حالتك حصر لخدمات النقابية اللي احتاجها المحامي وعملها دليل في هذا الكتاب حتى أود الخدمة النقابية للمحامين وساعدهم في أداء عملهم فعملت حصر تقبل لكافة الأماكن اللي بشتاب بها المحامي وحديت عنوينها وتليفوناتها وكل حاجة بحيث المحامي محتاجش يسأل حد وعشان أوصل الدعم المستحقي وما أتبعش كتاب ليس كنت أتكلم مع حضرتك حضرتك عملت كارت ما أنا أعملت كارت حجز بحيث أن أنت تكون الموضوع قادر تلمه وميكونش فيه بهواء لا عشان خاطر أنا ما أتبعش ملعام وهدره على الفوادي ممكن أتبع كميات كبيرة ومحامي محتاجه فأنا أعملت كارت حجز فبفضل الله في خلال سبوع جالي عشر تلاف حجز ماشاء الله فأنا طبعت عشر تلاف نسخة وعشان أضمن وصول الدعم المستحقي وما بقاش إهدار مال عام النقابة وأن طبعت الكتاب ده حساب النقابة كاملا دعم كامل دعم كامل فأنا أعدت أوزع هذا الكتاب بشخصي لكل محامي على مدار حوالي سبع شهور حددتك ده عمل إنساني بدء عدم يعني عمل تطوع ومش عايز حد يستغل هذا العمل لصالحه ومش عايز حد يهدر مال عام وعايز أصل الدعم المستحقي فأدي محامي كتاب لحد عنده فأنا أعدتك بقيت أوزع كتاب ده نفسي دعم التطوع من حضرتك في مكتابي في النقابة من 8 صور 1 ساعة 2 أسلم المحامي بشخصه نسخته وأمضيه على الاستلام اللي هو حاجز بالكارت اللي أحارتك أدي له كتاب بتاعه دعم النقابة طبعاً المحامين شافوا هذا الجهد الجبار في الخدمة النقابية فعرفوا إنه فيه إخلاص في العمل النقابي بالزبط كده بدون مصلحة شخصية لازم يحبوك يا أستاذ أحمد فهذا مفضل الله سبحانه أطلق عليك المحامين المحامين أولاً وأخيراً ربنا يا خليك طيب عازة حدك بقى تكلمنا عن إنجازات اللجنة الاجتماعية لنقابة المحامين بالأسكندرية خلال ثلاث شهور حددك أنا ده في إنجاز يا أستاذ أحمد في ثلاث شهور حددك دي أنا أول اللجنة بسكتاب في نقابة المحامين فطبعاً أنا أول ما دخلت أنا بعمل دراسة لحتاجات المحامين وبعمل المحامين محتاج إيه فأنا لقيت إن الشباب المحامين محتاجين بدل والمحامي الشاب بيقى في الأول حياته وقدرته إن هو يشتري بدلة بمبلغ فكان أميها مثلاً البدلة الرقيقة أو البدلة المتميزة بمبلغ بالنسبة في المحادة تقرمنا عندنا في إسكندرية مثلاً بتعادل ما بين 780 جين البدلة أميها أفنو تسعة بس هو برضك مش هجيب بدلة ولا 2 هيحتاج كزا بدلة فأنت عايز توفره ده بسعر كويس أما أفنو تسعة دلوقت البدلة دي تساوي لا يقل عن 10-13 جنيه النهار فأنا عشان أوصل للمحامي احتياجاته عملت أكبر معرض تقريباً حصل في تاريخ نقابة المحامين أيضاً في إسكندرية برضك ده عمل تطوعي برضك يا أستاذ أحمد أيها فهمني في داخل النقابة مش داخل مكتب حديثة عشان نوضح ده أفترض أنا باخد من النقابة مبلغ ضيافة أنا عمري ما خدت من خزيلة نقابة المحامين جيني كنت بس صديف المحامين أين كان المبلغ أين كان حديثة أخر النهار بدفعه من جيب الشخصي وأعلم ذلك كافة محامي الأسكندرية وعشان كده حديثك هذه الأعمال معتراكمها فالحمد لله لقيت صدى حب المحامين لأن حاسوا أن أنا بقدم لوجه الله دون مصلحة شخصية أحكي لي بقى معرض البدل دي عملته ووفرته إزاي للمحامين ده حريدك يعني أنا حكش باختصار لأن ده برضو عايز حلقات لوحدة نعم 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 حضرتك بسم الله نعم 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 ربنا كلمة فني فأنا تقريبا في خلال شهر أه استفاد منه ألفين وتسعمائة محامي شاب ألفين وتسعمائة محامي البدل اللي كان تماما بسبعمائة جنيه البلدة راقية آه والسلطة في المعرض بمئتين جنيه يه وثلتمائة جنيه أعلى سعر طب معلش أستاذ أحمد طب الفرق ده من يعني من هو أمبي والله هو الفرق ده فن في إدارة العمل المعرض وده ممكن أشرح لحلقك في حلقة كاملة حاطف لأن عشان أنا مش حاضر احنا مهاردة هنقوله عنوين يا أستاذ أحمد وبعد كده هنقوله كل عنوان بحلقة من الحلقة بعد سوارة ومش حالها أشرح لكن ممكن أشرح في حلقات مستقلة بإذن الله إن شاء الله هي حلقاتنا النهاردة عنوين بإذن الله لمجموعة حلقات بإذن الله بعد كده بلده فحديدك أنا يمكن العدو الوحيد اللي كنت بروح للمحامي المريض في المستشفى بشخصي دو طواضع من حضرتك وكرم من حضرتك وبرضه أنا يمكن العدو الوحيد في حالة الفرح أو الحزن كنت بحضر مش شخصي لأيك أول واحد موجود مش بتبعت حد يا نوبة عنك لا لا رفت بحضر بشخص سواء فرح أو حزن برضه أنا الوحيد اللي كان المحامي بيحصل له أي حدثة شخصية أو أي حدث أثناء ممارسة وعمل قانوني كنت أول متواجدين شخصين بشخصك حدثك بتكون متواجد معي أنا يمكن الوحيد حدثك على مستوى سكترية كلها منذ عام 1988 88 88 من زمن من حوالي 41 سنة أو 37 سنة ما فيش مكتب في سكندرية من أبوي للعمرية ما دخلتوش على رجلي شخصيا شخصيا يا أستاذ أحمد حدث تقريبا سنة ألفين يعني ما كنتش بتبعت ما ينوب عالق بنفسك كنت بتلف عليهم أو مثلا في الانتخابات أو كي أميلا كنت أروح المحامين بنفسي أزورهم فطبعا المحامين يعرفوني شخصيا لنهم وأعرفهم شخصيا وما حصلش تقريبا في تاريخ نخابة المحامين إن حد يلف على مكتب مكتب اسكندرية عن ما كبيرة برضو من صغياء معظم مرشحين أفادي بيبقى نظيم بقايمة وبالتالي ممكن الناس تعرف عليهم بعد نجاحهم فأنا الناس تعرفني شخصيا ومن هنا على مدر بعيد الزهر بقى لقب محب المحامين أو محبوب المحامين من معرفتهم الشخصية بيها شخصيا بحضرتك وهذا طبعا فضل الله من قبلهم من بعد لأن من يؤلف بين القلوب الله جل جلالهم ونعمة بالله العليل العظيم طب سوز أحمد كلمنا عن تكريم حضرتك في احتفالات نصر أكتوبر من نقابة المعلمين مش أولى حضرتك من نقابة المحامين يعني نقابة تانية خالص بتكرم حضرتك في حفل زي ده نصر أكتوبر عاز أعرف يعني كلمني إزاي دي جت يعني والله ده كرم من الله سبحانه وتعالى يعني مش محب المحامين بس لأ ده أنت محب كمان النقابات تانية والفئات تانية معرضة ده كرم من الله سبحانه وتعالى أن نقيب معلمي جمهورية مصر عالية ونقيب ورئيس اتحاد المعلمين العرب ووكيل وزارة التربية والتعليم في اسكندرية ووكيل وزارة التربية والتعليم في اسكندرية حاليا في السابق هم درسوا حياتي النقابية وحياتي الاجتماعية وحياتي في خدمة المحامين وحياتي في خدمة المجتمع السكندري لأن أنا حصلت برضو عام 2019 وعشرين عن جائزة أكبر واحد أو واحد متمهيد في خدمة المجتمع السكندري فدرسوا حياتي في أبو منات بالتكريم رموز بسكندرية بسكندرية في أول مستلحة والشرطة والمجتمع والنقابات فوجدوا أن أنا جدير أن أنا يكرموني وهذا مفضل الأول وإخيرا فكرمت من قيالات التعليم في أسكندرية من وزارة التعليم في أسكندرية ونقيب المعلمين على مستوى مصر العربية في حفلة عقدت حالتك في نادي المعلمين في أسكندرية وحضر تقريبا كل قيالات التعليم في أسكندرية وكيد كان لك كلمتك يا أستاذ أحمد في الحفلة وأنا طبعا ألقيت كلمة في الحفلة وبفضل الله سبحانه وتعالى هنقدم عمل قريب كبير جداً لأسكندرية عشان نظهر خدمات التعليم التي لم تحدث من قلب يعني حالتك كمان هتشارك معين أنا بفضل الله يعني فوضوني بإذن الله هنقوم بعمل كبير في أسكندرية لخدمة المجتمع السكندرية يعني أنت عارتك مش بتشارك في المحامين نقابة المحامين كمان أنت هتشارك معهم كنقابة حفيد المجتمع السكندرية بإذن الله قريباً في حادث كبير جداً 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 يبقى ألسكندرية بيك والله وانا منه إن شاء الله بإذن الله بإذن الله طبعاً التكريم ده من فضل الله أول ونأخيراً وأنا بشكر قيارات التربية والتعليم على مستوى جمهنة مصر العربية والسكندرية أنهم الأول مرة في التاريخ يقرموا شخصية نقابية خلاف نقابتهم دحائل دحائل فعلاً وهذا فضل من الله وأشكرهم على هذا التكريم فرداً فرداً من كيارات التربية والتعليم في المصر العربية حارتك كنت متوقع التكريم ده لا فإن أنا فجئت أنا فجئت بالدعوة طبعاً وكيد بوزارة التربية والتعليم قال لي احنا محتاجين سيادتك في مؤتمر في النادي وليت شرفنا فأنا طبعاً حضرت كمدعو ففجئت أن أنا يعني حاجتك كنت فجئت أن أنت مدعوة بس أنت فجئت أن أنت أصلاً هتكرم أن أنت ليك كلمتك وأن أنت هتقول كلمة بردك أنا فجئت أن أنا هتكرم وطبعاً هذا مفاجأة كرم من مكرمين وكرم من الله سبحانه وتعالى أولاً وأخيراً وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى والأول مرة يحصل بردو في تاريخ مصر أن الشخصية نقابية من نقابة أخرى تكرمها نقابة أخرى نقابة تانية خالص فأنا بشكر كل من هتكرمني وكرر شكري لهم فأنا بكرر شكري لهم أكرر شكري لنقيب معلمي الجمهورة المصر العربية ورئيس اتحاد المعلمين العرب الذي أمر بتكريمه وكرمني هو خلال التربية والتعليم في اسكندرية على رأسهم وكيل وزارة التربية والتعليم في اسكندرية الحالي والسابق طيب حضرتك ممكن يعني تقولي إيه اللي ممكن بتخططله في الفترة اللي جاية هو حانتك احنا دايما بفكر إزاي أخدم المجتمع حاليا دلوقتي ككل لأن أنا كنت على مدار واحد وبين سنة كنت بفكر أخدم المحامين فقط حاليا دلوقتي بفكر أخدم المجتمع من ضمنهم المحامين وإن شاء الله بإذن الله في الفترة القادمة بإذن الله سوف نكون بأعمال كبيرة جدا جدا هتخدم المجتمع ككل السكندرية بإذن الله بإذن الله حضرتك حابب توجه أي كلمة لأي حد من خلال البرنامج عندنا أنا بطلب من كافة شعب الأسكندرية وجمهورية مصر العربية أن يكونوا على قلب واحد ووعي كامل لحماية الجبهة الداخلية من أعداء مصر خارجيا وداخليا حتى نتمكن من الاستقرار اللي احنا فيه سواء على مستوى المحامين أو على مستوى المجتمع أو على مستوى الدولة لأن نحن حالياً دلوقتي في حالة حرب خفية من أعداء مصر وأنا بشكر الكيادة السياسية والكيادة العامة لقوات المسلحة اللي لأسف أعداء مصر حالياً بيحاولوا حربهم ولكن لو لا الوعي الكبير للكيادة العامة لقوات المسلحة كناش وصلنا للي احنا فيه دلوقتي بصراحة الأمن والأمان اللي احنا فيه الذي يتحمل بالضبط الضغوط لا تحملها بشر حقيقي فعلا والله يسوى زحمة تفاية الأمن والأمان اللي احنا عايشين يمكن أنا شخصياً أعرف حاجات ما ينفعش أتكلم فيها عالمياً ولكن أنا بأتكلم باختصار طوال المحافظة على مصر من أعداء مصر الكيادة العامة لقوات المسلحة وفخامة الرئيسة بفتاح السيسي وبيتحمل الضغوط لا يتحملها بشر فأنا بأجلهم الشكر شخصياً لمحافظتهم على الأمن والأمان والمواطن المصري وتحملهم الضغوط التي لم يشعر بها أي مواطن من شعب مصر برغم أننا في حرب حالياً فعلاً فقية لو دولة تانية كانت أعلنت حالة الطوارئ وحالة الحرب إنما لم تشعر أي مواطن بأي ألأ وده ضغط كبير جداً عليهم فأنا بكرر الشكر لهم لأنهم محاموا شعب مصر وجعلونا مستقرين كلنا في أمن وأمان ونعيش حالياً في هذا الاستقرار للأسف وقت حلقتنا جري بسرعة مع حضرتك وفي النهاية حب أشكرك على تواجدك معنا أستاذ أحمد زكي عبد المطلب وكيه نقابة المحامين بالأسكندرية ومطروح سابقاً وكده تكون خلصت حكايتنا ولكن الحكاية ما بتنتهيش وعشان أنت أصل الحكاية هتكون معنا في حكاية مصرية أترككم في رعاية الله وأمنه ترجمة نانسي قنقر